قدت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح بحبس المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 3 أشهر حضوريا وذلك في قضية سب محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة وكذلك كفالة 10.000 جنيه وتغريمه 20.000 جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت بقيمة 10.000 جنيه كما ألزمته أيضا بالمصاريف وأتعاب المحامية في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشار إلى أن المحكمة الاقتصادية سبك وانقضت بحبس المستشار مرتضى منصور في أكثر من قضية ومنزور أمام المحكمة قضية أخرى لجلسة 16.8.2023 وينتظر تحديد جلسات لقضايا أخرى خلال الأيام المقبلة قضايا منذ أربع سنوات ومستمرة حتى الآن ويحق أيضا للمستشار مرتضى منصور قانونا قطعن على حكم أول درجة بالاستئناف أمام محكمة مستقنف الاقتصادية وبذلك نرى بعض التعليقات الداعمة لمحمود الخطيب حيث قال البعض كل لحظة اتخاط في عرضك وفي أهلك فيها بتاخد حقك وبتعرف كل الناس أن الرجولة والأخلاق عمرها ما كانت بالشتيمة وده اللي كان لازم يحصل مع أسطورة زيك استحمل كتيب محمود الخطيب أسطورة الكرة في مصر إذا أعجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم مننا كل جديد وحصري على أخبار حصرية الآن محمود الخطيب